عجينة الشورت كيرست يكفي 475 جرام عجينة يمكن استخدام هذه العجينة الدقيقة ذات القوام المتفتت كبديل عن البيف باستري وهي عادة ما تستخدم لصنع أنواع التارت المقادير 250 جرام أو كوب وثلاثة أربعة كوب طحين 150 جرام أو ثلاثة كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات بيضة 3-4 ملعقة صغيرة سكر 3-4 ملعقة صغيرة ملح ملعقة طعام حليب طريقة التحضير ننخل الطحين والسكر والملح معا في وعاء نفرك الزبدة مع الطحين بالأصابع حتى تختلت المكونات نمزج البيض وخلاصة الفانيلا والحليب في وعاء ثم نصب المزيج في البيعاء السابق نجمع المكونات باليد لنحصل على عجينة بشكل كرة نضع العجينة على سطح أملس وندلكها بباطن اليد من 2 إلى 3 مرات حتى تصبح ناعمة الملمس نغلف العجينة بنيلون غذائي ونبردها في البرات لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل الاستخدام لمزيدا من الوصفات